بالحقيقة هو مشروع القتل مشروع أمريكي إسرائيل أدوات منفذة الولايات المتحدة الأمريكية لكي تهيمن على العالم ولكي تديم هيمنتها على العالم وتديم نهب الثروات والسيطرة على موارد الطاقة والسيطرة على الممرات الدولية تستعمل مجموعة من الأدوات تستعمل كاي بيه في الصين تستعمل أوكرانيا في أوروبا تستعمل إسرائيل في الشرق الأوسط كأدوات تنفذ بها مشاريحة القتل هو الهوية الأمريكية الحقيقية التي أقيمت بها أمريكا على شعوبها حينما قتلت السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية هي هي الطريقة نفسها يعني ما يجري ما يقوم به الكيان الصهيوني هو تنفيذ لسياسة أمريكية والإسرائيل ليس لوحدها يعني ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية كدولة وإنما معها ألمانيا وبريطانيا والغرب الأوروبي والناتو اتفقوا بشكل كامل على إبادة الشعب الفلسطيني بس أستاذ قابريالي يقول لك ليش تلوم أمريكا السعودية والإمارات والكذا والفلان والذات ناس يريد التطبيع الوية والإسرائيل مستفيدين من الوضع نلومهم ولكن قدر المشاركة بالجريمة يختلف يعني لما المغرب تريد التطبيع وتعلاقه وإسرائيل نلومها ونعتقد أن هذا موقف خاطئ ولكن أن تزودهم بأسلحة وتستمر بالأسلحة وتبرر جراء أمم هذا أمر مختلف ترجمة نانسي قنقر